وفي تصريح خاص لمركز الأخبار أكد الأستاذ الدكتور غسان عواد رئيس جامعة العلوم التطبيقية أهمية دور التعليم في ترسيخ المبادئ الإنسانية والتعايش السلمي ونشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي لدى الطلبة من خلال المناهج التعليمية في المدارس والجامعات بالنسبة لدور الجامعات طبعا دور مهم جدا جدا تعليم العالي بيلعب دور أوي جدا بالمدارس تيلعب دور في خلق أجيال تؤمن بوطنة تؤمن بمبادئ المحبة والسلام والتسامح والأخوة والولاء طبعا للوطن للقيادة الرشيدة على مستوى طبعا الجامعة العلوم التطبيقية أو حتى الجامعات البحرينية ككل في مقررات فعلا إجبارية في مجلس التعليم العالي في مواضيع حقوق الإنسان وتاريخ وحضارة البحران وتديس لغة العربية اللي كلها بتجسد فعلا أهمية أنه نخلق أجيال تعرف حقوقها ووجباتها تؤمن بالتآخي والمحبة والتسامح والسلام إلى جنب هذا طبعا عنا نحن مواضيع في جامعة علومة تطبيقية مثل العلوم السياسية نحن الجامعة الوحيدة في البحرين التي عندها موضوع العلوم السياسية يعني بكالوريوس العلوم السياسية وطبعا من ضمن مناهج أو من ضمن مقررات هذا البرنامج أنه نخلق جيل يعني يعرف تاريخ البحران حضارته أهمية التآخي والتعايش وطبعا عنها كلية حقوق كمان يعني مواضيعة كمان مهمة بالنسبة لموضوع السلام والتآخي والتسامح على مستوى طبعا كمان المملكة وجود مركز الملك حمد العالم للتعايش السلمي بيلعب دور قوي طبعا في خلق يعني روح المحبة والتعايش بيلعب دور طبعا في تدريب الطلاب والأكاديميين والإداريين لجعلهم طبعا يعني رسل أو سفراء لمبادئ المحبة والأخوة ترجمة نانسي قنقر